أهلا بكم في هذه الإطلالة على تدولات برصة عمان لإغلاق جلسة اليوم الخميس الموافقة 29 من آب 2019 جلسة نهاية الأسبوع لاحظنا أن المؤشر العام استمر مرتفعا خلال تعاملات اليوم في معظم أوقات الجلسة وكانت أحجام التعاملات اليوم حول معدلاتها الطبيعية المعروفة في برصة عمان وارتفعت أيضا إلى 7 ملايين و100 ألف دينار الآن نتابع أداء المؤشر العام خلال الجلسة اليوم وأيضا إغلاق يوم أمس الأربعاء ونبدأ من إغلاق جلسة الأمس حيث أغلق عند مستويات 1813 نقطة افتتاح اليوم كان عن ذات المستويات وهي 1813 نقطة إلا أنه انخفض خلال الساعة الحديثة عشرة إلى مستويات 1811 نقطة أي بمقدار نقطتين على المؤشر العام منتصف الجلسة ارتفع المؤشر العام ووصل إلى 1817 نقطة وكذلك كانت الرقم عند أو المستويات عند الساعة الثانية عشرة ولكنه انخفض اليوم بحلول الساعة الحديثة عشرة وخمسة وأربعين دقيقة ووصل إلى مستويات 1809 نقطة وكانت هي الأدنى ربما خلال هذا الأسبوع ولكنه عود الارتفاع ووصل أيضا الأعلى إلى مستويات 1819 نقطة إذن كان هذا أداء في جلسة نهاية الأسبوع إذن الآن نتابع أداء المؤشر العام قبل الإغلاق بلحظات لم يغلق السوق إذن هو يقف عند مستويات 1821 نقطة ونسبة الارتفاع هي 14 النقطة المئوية إذن هذا المستوى الذي يقف عنده مؤشر بورسة عمان لهذا اليوم وهذه الجلسة الأولى الذي يرتفع بها المؤشر خلال هذا الأسبوع الذي كان هناك سلسلة فيه من الانخفاضات وافتتاح ضمن المنطقة الحمراء هذا الانخفاض لم يؤثر فقط على سوق عمان إنما كان أيضا على مختلف الأسواق العربية ومعظمها إذن اليوم عود الارتفاع قليلا ليصل الآن إلى مستويات 1821 نقطة نسبة الارتفاع هي 14 النقطة المئوية هذه المستويات التي يقف عندها مؤشر بورسة عمان قبل ختام تداولات نهاية جلسة الأسبوع إذن اليوم أحجام التداولات ارتفعت في آخر ساعة إلى أعلى من المتوقع ووصلت إلى مستويات 7 ملايين و100 ألف دينار بعد أن كانت خلال بداية الجلسة عند مستويات 5 ملايين و200 ألف دينار إذن نشاهد أنه عود الانخفاض قليلا عند مستويات 1820 نقطة ونسبة التغير والارتفاع لازالت 14 النقطة المئوية إذن نلاحظ نسبة الانخفاض في النقاط بين الأمس واليوم أو نسبة الاختلاف لأنه ارتفع هو أغلق عند مستويات 1813 نقطة وعود الافتتاح عند ذات النقطة ولكنه ارتفع بنحو سبع نقاط مئوية كما تشاهدون هو الآن يقف عند مستويات 1821 نقطة أصبح ثمان نقاط مئوية ونسبة الارتفاع الآن هي 43% بالمئة في نهاية جلسة نهاية الأسبوع حيث كما قلنا أن ارتفع المؤشر وقد أغلق السوق الآن بورسة عمان أغلق تدولاتها لهذا اليوم ولهذا الأسبوع أغلق السوق مرتفعا في المنطقة الخضراء عند مستويات 1821 نقطة نسبة الارتفاع هي 43% بالمئة الآن نتابع الشركات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم نبدأ بالشركات الأكثر ارتفاعا وكان لدينا العربية للمبيدات سعر السهم فيها ارتفع إلى دينار واثنين وسبعين قرش نسبة الارتفاع سبعة ونصف بالمئة الشركة الثانية من بين الشركات المرتفعة بطون لصناعة الطوب سعر السهم فيها وصل إلى ثمانية عشر قرشا ونسبة الارتفاع خمسة وثمانية عشر النقطة المئوية بنك الإسكان ارتفع بدوره ليصل سعر السهم فيه إلى خمسة دنانير وخمسة وسبعين قرش ونسبة الارتفاع خمسة وتسعة وستين بالمئة والبطاقات العالمية ارتفعت إلى تسعة عشر قرشا نسبة الارتفاع خمسة ونصف بالمئة وأخيرا المهنية سعر السهم فيها وصل إلى اثنين واربعين قرش ونسبة الارتفاع كانت خمسة بالمئة الآن إلى الشركات الأكثر انخفاضا خلال تعاملات اليوم البتروكيمويات انخفضت بنسبة أربعة وسبعين بالمئة وسعر السهم انخفض إلى واحد وستين قرش أيضا لدينا المقايضة للنقل انخفض سعر سهمها إلى اثنين وعشرين قرش ونسبة الانخفاض كانت أربعة واربعة وثلاثين بالمئة الاتحاد للسجائر بدورها انخفضت ووصل سعر سهمها إلى دينار واثنين وثلاثين نسبة الانخفاض نحو ثلاثة نقاط مئوية وسورة انخفض سعر سهمها إلى أربعة وثلاثين قرش ونسبة الانخفاض اثنين وخمسة وثمانين بالمئة وأخيرا إلى الركائز التي انخفض سعر سهمها إلى خمسة وثلاثين قرش ونسبة الانخفاض كانت اثنين وسبعة وسبعين بالمئة أهلا بكم من جديد نرحب الآن بمحللنا المالي خالد ربابعة أهلا بك خالد بداية نستارد فنيا المستويات التي يقف عندها المؤشر العام ارتفع اليوم وأغلق مع نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء نسبة الارتفاع هي 14 النقطة المئوية نعم يارى اليوم جلسة نهاية الأسبوع الحالي وأيضا جلسة نهاية الشهر الحالي هي آخر جلسة تداول في هذا الشهر يعني نعتبرها جلسة وقف النزيف بالنسبة لبورصة عمام بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها البورصة على مدار أسبوعين يعني أيضا المؤشر العام الآن قد تقريبا قد استقر بالقرب من أقوى نقاط الدعم بالنسبة للمؤشر العام بورصة وهي مستويات 1800 نقطة والارتداد إيجابيا إلى مستويات 1821 نقطة تميزت هذه الجلسة كما باقي جلسات هذا الأسبوع بارتفاع في حجم التداول ما زلنا يعني ضمن المناطق الآمنة وتعتبر جلسة إيجابية نتمنى أن يكون الشهر القادم شهر إيجابي لبورصة عمام نعم بعد سلسلة الانخفاضات خلال الأسبوع القليل الآن كالعادة في يوم الخميس نقارن بين إغلاق هذا الأسبوع والأسبوع الماضي وأيضا الأحجام تداول التراكمية نبدأ الآن مع أداء مؤشر بورصة عمام خلال إغلاق الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي طبعا الأعلى والأدنى الأسبوع الماضي أغلق من مستويات 1830 نقطة إغلاق الأسبوع الحالي أقل بتسع نقاط ولكن الأعلى كان 1829 نقطة وهو أيضا أقل من إغلاق الأسبوع الماضي الأدنى ربما كان اليوم عند مستويات 1890 نقاط صحيح يعني يارى كما أشرت هذا الشكل يعطينا أكثر من قراءة ومقارنة المؤشر العام لبورصة عمام خلال هذا الأسبوع مقارنته مع إغلاقه للأسبوع الماضي كنا قد أغلقنا عند مستويات 1830 نقطة الافتتاح كان بأقل من سعر الإغلاق اليوم يعني الخميس الأسبوع الماضي عند مستويات 1829 نقطة لم تتمكن الأسعار كما يظهر هنا من تجاوز هذا المستوى حتى سعر الافتتاح لم تتمكن الأسعار والمؤشر العام بورصة من تجاوز مستويات 1830 نقطة وهي نقطة إغلاقه الأسبوع الماضي هذا أدى إلى مزيد من الضغط على حركة الأسعار والمؤشر العام بالبورصة وصولا إلى مستويات 1809 نقاط تم اختبارها على مدار جلستين متتاليتين جلسة الأربعاء أمس وجلسة اليوم وثم الارتداد والإغلاق عند مستويات 1821 نقطة بهذه القراءة يكون المؤشر العام قد فقد من قيمته حوالي 9 نقاط وبمقدار نصف النقطة المئوية على مدار الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي ما هو عامل التي تساعد على عودة المؤشر إلى المستويات التي كان يقف عندها قبلها سلسلة الانخفاضات الآن العامل الرئيسي المهم عامل فني المؤشرات الفنية تظهر على الخرائط السعرية للمؤشر العام ومعظم الشركات القيادية في البورصة بالوصول إلى حالة تشبع في البيع المفرط وهذا ربما يساعد على ارتدادة فنية كما لاحظنا اليوم الارتدادة كانت والاغلاق عند أعلى مستوياته بالنسبة للمؤشر العام عنده مستويات 1821 نقطة ولكن لا يزال المشوار طويل لتعويض جزء خسائر على مدار أكثر من أربع أسابيع بالنسبة للمؤشر العام سنتحدث الآن عن أداء المؤشر خلال الخمسة أسابيع الماضية نبدأ من بداية الشهر واحد أب كان عند مستويات 1870 نلاحظ أنه حتى في الرسم البياني خفض كثيرا في ثمانية أب عند مستويات 1869 منتصف الشهر كان عند مستويات 1865 الأسبوع الماضي 1830 واليوم عند 1821 نقطة نعم هذا أيضا الشكل يعني يكون هناك قراءة أوسع بالمدة الزمنية نلاحظ أكثر تقريبا على مدار شهر يعني على مدار شهر أب الحالي يعطينا قراءة المؤشر العام والحركة يهمنا أول ثلاث قراءات يارا نلاحظ المستويات عند 1879 هذا المستوى بالخمس نقاط هو كان المتوسط المتحرك لخمسين يوم والذي كنا نؤكد على أهميته يعني كمتوسط متحرك لخمسين يوم والذي تم بناء معظم الأسعار لأكثر من شهرين فوق تلك المستويات وهي مستويات 1860 نقطة التأكيد عليه والأنزلاق الأسعار وفقدان هذا المستوى أدى إلى تسارع عملية الهبوط كما يظهر في 22 أب هنا عند مستويات 1830 نقطة إغلاقه والإغلاق اليوم نهاية الأسبوع الحالي عند مستويات 1821 بعد الوصول إلى أدنى مستوياته وهي مستويات 1809 نقاط ربما مع الأسبوع المقبل يفتتح في المنطقة الخضراء يعني الآن نحتاج لتعويض هذه المستويات أهم شيء يعني الرجوع واستعادة مستويات 1865 نقطة هي المهمة ربما يكون هناك معطيات أساسية تتفاعل معها السوق ولكن الآن الارتداد الإيجابية هي عامل فني بحث نعم تحدثنا أيضا أن حجم التداول على الرغم من تراجع المؤشر كان فوق المعادلات الطبيعية الأسبوع الماضي كان عند 22 مليون 750 ألف الأسبوع الحالي ربما الضعف عن 49 مليون 800 ألف نعم هذا يعني ارتفاع حجم التداول تقريبا بأكثر من الضعف يارا هنا نلاحظ يعني بسبب حدوث صفقات يعني حدث صفقة على سهم البنك العربي خلال الأسبوع الحالي وأيضا حدث بتحويلات خلال أوقات الدوام أو التداول النظامية على شركات استراتيجية أيضا لاحظنا التنوع بحجم التداول بين معظم القطاعات نلاحظ أيضا عند هذه المستويات يعني وجود ضربات قوية بجانب الشراء تمتص أي عمليات بيع ممكن أن تحدث وقد تحدثت بالفعل خلال الأسبوع الحالي هذه إشارة إيجابية بالنسبة لارتفاع حجم التداول الآن و69 مليون عفوا انخفض لغاية الآن عن 990 ملايين نعم نحن نقترب الآن من مستويات المليار دينار كما يظهر هنا ويعني كما نؤكد دائما يارا بارتفاع حجم التداول أيضا يعني تتقلص هذه الفجوة بين العام الماضي والعام الحالي ومع الاقتراب مع الربع الثالث وحتى نهاية العام الحالي يكون هناك تعويض بالنسبة لأحجام التداول بالتزامن مع الإعلان عن نتائج المالية للشركات الموسمية طبعا والتي تتفاعل معها وقد أشرنا في حلقة أمس إلى يعني عوائد التوزيعات النقدية بالنسبة لبرصة عمان وقد وصلنا بالفعل إلى أعلى يعني يعني نسبها تاريخيا في البورصة ننتقل الآن إلى القيمة السوقية لبرصة عمان والتي تأثرت بانخفاض المؤشر العام قليلا في بداية هذا الشهر واحد أب كان عند مستويات 15 مليار 390 مليون ثمانية أب 15 مليار 397 مليون اليوم هي عند 14 مليار و940 مليون نعم عندما كنا عند مستويات 1865 نقطة يارى عندما نلاحظ هذا الإغراف بالنسبة للقيمة السوقية كنا مستقررين تقريبا بالقرب من 15 مليار و400 مليون دينار ثم الانخفاض إلى مستويات 15 مليار و130 مليون وثم الآن حتى جلسة أمس هذا يعني يارى لم نستطع التحديث بالنسبة لجلسة الخميس تحتاج إلى تحديث لبعض الوقت جلسة الأمس نعم نعم حتى جلسة أمس هنا تقريبا يعني قد انزلق يعني القيمة السوقية أسفل 15 مليار ولكن ربما اليوم بالتعويض يعني ربما استعادت القيمة السوقية فهو 15 مليار دينار المحلل المالي خالد ربعبع شكرا لك يا أهلا إن شاء الله بهذا تنتهي إطلالتنا على بورسة عمان لهذا اليوم موعدنا يتجدد بكم يوم الأحد مع جلسة الافتتاح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر